أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن الهجرة غير القانونية تضر بالجميع خاصة أنها تعتمد على عصابات الاتكار بالبشر وفي كلمتها خلال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة شددت ميلوني على ضرورة التعاون لتحسين ظروف العيش في الدول التي تعتبر مركزا لانطلاق الهجرة منها وتوفير أدوات العيش الكريم لها كما أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية والتعاون لتطوير مستوى العيش بأفريقيا واقترحت ميلوني تأسيس سندوق تنموي لاستخدام موارده لمكافحة الهجرة غير القانونية